كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية تمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 472 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 112 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتم ضبط أكثر من 18 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط قرابة 89 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفيما تعلق بمجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص للوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات